مشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بالنيابة عن كل أسرة قناة الحياة وعن كل العاملين فيها نتقدم بالتعزية القلبية لكل أسرة فقدت عزيز لديها في الحادث الذي تم يوم الأحد الماضي عندما التهمت النيران كنيسة إمبابة ومات أكثر من 41 شخص معظمهم من الأطفال فالرب أبو الرأفة وإله كل تعزية هو وحد الذي يستطيع أن يعزي قلوبكم بسلامه وبمحبته كما نصلي أيضا من أجل المصابين أن يمنحهم الرب الشفاء ويردهم إلى أهليهم وأحبائهم موضوع حر الكنيس زاد شوية عن حد هذا الإسبوع فمن الأحد لليوم كل يوم بنصحة على موضوع كنيسة اتحرقت طبعا نحن لا نعلم ما هي الأسباب هل هي أسباب ماس كهربائي أم هي أسباب أخرى لكن أنا نعلم أنه في فترة من الفترات وبالأخص بعد فض ربعة تم حرك أكتر من ستين كنيسة في مصر وأن الموضوع ده ارتبط بأحداث سياسية وخلص لكن يبدو أن الأحداث تتكرر والتاريخ يعيد نفسه لكن بنسبالي أنا كشخص أتقدم لكل أسرة كنيسة في كل مكان في كل ربوع مصر وخارج مصر بأن نهتم شوية بكل وسائل الأمان كمسؤولين يريد يكون في كنيسنا كلها طفايات حريق ويريد يكون في مخارج أبواب للطوارئ مش بس باب واحد لكن يكون فيه أكتر من باب ويريد يقوم نكون بنضرب الناس على التصرف الصحيح وقت قيام حريق في الكنيسة ويريد يتم تدريب البعض على استخدام طفايات الحريق ويكونوا مستعدين لأي وقت من الأوقات أنه لو حصلت حاجة بعد الشر يكون هناك ناس بتقدر تتصرف يريد نقدر نعمل كده على الأقل نقوم بمسؤوليتنا كمسؤولين بأن نوفر وسائل الأمان ونهتم بها في كل كنيسة مش بس في كل كنيسة في كل مكان فيه ناس في كل مكان بتجتمع فيه أعداد غفيرة من الناس مرة تاني يا رب يا عزي الكل والرب يسند الكل وما نشغل الرب نلتج إليه ونلتمس وجهه بهذه الظروف الصعبة نرجع إلى موضوع حلقة اليوم موضوع حلقة اليوم متعلق بصليب يسوع المسيح هذا الحدث الذي يعتبر من أهم الأحداث التي حدست في تاريخ الفداء كله أن الله كان في المسيح يسوع مصالحاً العالم لنفسه غير حاسباً لهم خطياهم فالصليب عند المؤمنين هو قوة الله للخلاص لكن زي ما بيقول لنا الكتاب أيضاً أن الصليب عند المؤمنين قوة الله للخلاص بيقول لنا أن الصليب عند الهالكين هو جهالة هو جهالة ولأجل هذا لا نندهش عندما نرى المحاولات المستميتة في إنكار حادث الصلب ومحاولة تشويه كل المصادر التي تتكلم عن صليب المسيح فهذا ليس بالجديد وليس بالغريب فإذا استطاع أحد أن ينكر الصليب فهو أيضاً بمحاولة منه يريد أن يعيش الإنسان في خطياه ويهلك إلى الأبد لأن خلاص الله قد تم في صليب المسيح وإبليس يريد أن الجميع يهلكون لكن الله يريد أن الجميع يخلصون وفي إنكار الصليب هلاك الإنسان لكن في الإيمان بالصليب خلاص الإنسان عش كده موضوع حلقة اليوم هو بعنوان هل يمكن لعاقل أن يرفض شهادة الإنجيل عن صلب المسيح؟ خلوا بالكو أنا أحطيت السؤال ده بطريقة بهذا الشكل هل يمكن لعاقل أن يرفض شهادة الإنجيل عن صلب المسيح؟ أقول لكم ليه أنا حطيت كلمة عاقل لأن ما يتحدث عنه الإنجيل بخصوص صلب المسيح من أدلة ومن برهين لا يمكن لعاقل فعلا أن يرفضها أو أن ينكرها وليس فقط شهادة الأنجيل لكن حتى شهادة الوثائق اليهودية أو الوثائق الرومانية الغير مسيحية التي يعني كتبت كنوع من التحكم على الإيمان المسيحي أو كنوع من معاقبة المسيحيين الذي يؤمنون بالإله المسلوب لكن صلب المسيح حقيقة تاريخية لا يمكن إنكرها وعش كده هبدأ بإلقاتي صلب المسيح في الأنجيل صلب المسيح في الأنجيل وعن أتكلم عن الأنجيل أتكلم عن الأنجيل الأربعة كويس؟ أكتر من 40% من محتوى الأنجيل مخصص للإسبوع الأخير في حياة الرب يسوع أكتر من 40% من محتوى الأنجيل بس بيتكلم عن الإسبوع الأخير اللي احنا بنقول عليه إسبوع الألام إسبوع الألام كويس؟ هذا الإسبوع الألام الذي بيصل إلى ذروته بصلب المسيح وموته ومع أول الإسبوع الجديد بتبدأ القيامة كويس؟ لو عدينا عدد الآيات عدد النصوص الكتابية الآيات الكتابية اللي في الأنجيل اللي بتتكلم عن صلب المسيح في الأنجيل الأربعة المتة ومرقس ولوء أو يحنا لو عدينا عدد الآيات وعدد الأصحات اللي بتتكلم عن صلب المسيح هنجد أنه أكتر من 750 آية 750 آية نمش بيكلم على واحدة ولا تنين ولا تلاتة ولا يمكن عشرة ولا مية 750 آية بتتكلم عن صلب وموت وقيامة المسيح في الأنجيل الأربعة كويس؟ يعني أنت عندك آيات كثيرة جدا 750 آية هذه الآيات بتتكلم بالتفصيل يعني الدقيق جدا بتقوليني عن كل التفاصيل المرتبطة بالحدث بتقوليني عن الزمان بتقوليني عن المكان بتقوليني عن الأشخاص بتقوليني عن الوسيلة بتقوليني عن الكيفية بتقوليني عن أمور كثيرة جدا مرتبطة بالواقع التاريخي وباليهودية وبالرومان وبمجمع السنهدريم وبقادة اليهود وبرد فعل الناس وحتى زوجة بيلاتوس وبيلاتوس تفاصيل كثيرة جدا متعلقة بالصلب أي سؤال عايز تعرف إجابته مرتبط بصلب وموت المسيح هتجد إجابته في الأنجيل الأربعة عايز المسيح كان لابس إيه إيه اللي خدوه منه اتجلت إزاي مين اللي أمر بالجلد المسامير الإكليل الشوك كل الحرب كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها المسامير اللي دقت في يدها ورجلها العظام التي لم تكسر كل التفاصيل مين اللي كان مصلوب عن المين ومين كان مصلوب عن الشمال كل التفاصيل هتجدها مذكورة بدقة متناهية للأنجيل الأربعة لو رحنا لبقية العهد الجديد هنجد أنه أكتر أكتر من مية وخمسين آية في العهد الجديد مية وخمسة وسبعين آية سوري في العهد الجديد ذكرت صلب المسيح يعني حطيت دو أنا على دو أنت عندك تسعمائة آية في العهد الجديد مخصصة وبدتكلم عن الصلب من الناحية التاريخية ومن الناحية اللهوتية حط دول في كفة حط دول في كفة وهات شهادة القرآن في كفة أخرى آية أو اتنين عندي تسعمائة آية في الأنجيل والعهد الجديد وآية واتنين يعني أنا لحطتهم في ميزان كويس كإني بحط حجر وزنه عشر أطنان مقابل أشة أو ريشة ناحة تانية وهنا أرجع للسؤال الأصلي السؤال الأصلي كيف لعاقل هنا السؤال كيف لعاقل أن يرفض شهادة الأنجيل عن صلب المسيح ويؤمن بشهادة القرآن المعاكسة لشهادة المسيح كيف لعاقل أنا بكلم ناس المفروض أنهم يعني مفكرين بيفكروا وأكلم ناس بصلي أن هذا السؤال يكون محور تفكرهم كيف يمكن أن تقبل شهادة من آية أو آيتين وترفض شهادة مذكور فيها أكتر من 900 آية وشواهد كثيرة تاريخية وغير تاريخية عن الحدث هذه القضية بيحطها لنا الدكتور منقذ السقار في فيديو عش كده خلونا نسمع الفيديو الأول اللي بيتكلم فيه الدكتور منقذ عن هذه القضية فترهم يقولون لا توجد في القرآن إلا آيتين أو آية واحدة تتحدثه في نفي الصلم بينما توجد لدينا عشرين ثلاثين فقرة في الكتاب المقدس تتحدث عن الصلم كأنه إحنا منبيع خيار أو منشتري طماطم لا دكتور منقذ إحنا لا بنبيع خيار ولا بنشتري طماطم إحنا بنقدم حق تاريخي وإنت بتنكر الحق التاريخي إحنا بنقدم براهين بالمئات وأنت لا تقدم برهان واحد على أن كلامك هو صحيح نهائي الكرآن لا يذكر تفصيلة واحدة عن صلب المسيح لا يذكر تفصيلة واحدة ولا يذكر أي تفاصيل مرتبطة بهذا الحدث الكرآن كأنه بيقول هذا ما نؤمن به وانتهى الموضوع لا تقبل يمكن لا يمكن أبدا أن تقبل شهادة القرن بهذا الشكل أنت مش بتكلم ناس عبط أنت بتكلم ناس مفروض ربنا مديهم عقل إحنا مش فيه سوق الخميس اللي عايزين نغضو واللي مش عايزين ما ناخدهوش إحنا بنتكلم على حدث تاريخي أي حدث تاريخي بيقوم على أدلة تاريخية أي حدث عشان تثبت إنه تاريخي لابد أن يكون له معايير هذه المعايير هي معايير تاريخية يبنى عليها الحدث أنت تأتي لكي ما تنكر الحدث بدون أن تقدم برهان واحد أما نحن حتى فكرة شبها له كلكم كمسلمين مختلفين عليها ما فيش واحد متفق على على هذه الكيفية هذه كيف شبها له ومن الذي شبها له ومين فاكرين الشعراء ولما يقولك الطانيوس ولا تطانيوس ودخل الأوضة وما دخلش الأوضة والحاجات الخزعبلات اللي مقلفينها بخصوص الشبيه لكن نحن نتحدث عن الزمان عن المكان عن الأشخاص عن الظروف عن البيئة عن الأشياء التي قادت لقرار الصلب من الذي أخذ القرار من الذي نفذه وكيف نفذه وفي أي منطقة صلب المسيح ومع من ومن الذي كان عند الصليب وماذا قال يسوع كل هذه موجودة في الأنجيل فليس خيار وقوطة خيار وقوطة عندك أنت لكن مش عندنا احنا مش لأنك أنت ضعيف لا يوجد عندك دليل تيجي تتهمنا أن احنا كننا كسرة الآيات كأننا بنتكلم عن خيار وقوطة يا أخي الخيار وقوطة حتى بيشبعه جوع الإنسان إنما لما تقدمه أنت لا يشبع جوع الإنسان ولا يحترم عقل الإنسان كمل مع بعض لطماطم القضية بالكثرة المغالطة التي سمعتموها يقولون لك كيف تنفون صلب المسيح عليه الصلاة والسلام وقد شهد بذلك شهود العيان بينما القرآن جاء بعد ستمائة سنة فكيف لمحمد بعد ستمائة سنة أن يكذب ما قاله شهود العيان كويس هو بقى هيجاوبنا على السؤال ده بس هو ما عندوش إجابة الإجابة على السؤال ده عند منقذ السقار مش موجودة مش موجودة لما تسأل منقذ أو غير منقذ كيف لكم أن تنكروا كل هذه الأدلة كل هذا ما يقدمه الأنجيل وما يقدمه التاريخ مش الأنجيل وما يقدمه التاريخ وما يقدمه أيضا الكتاب والمؤرخين الرومان واليهود عن صلب المسيح كويس كيف لكم أن تنكروا كل هذا بشهادة أتت بعد ستمائة سنة من شاهد ما شافش حاجة لكي ما ينكر حدثا تاريخيا دون أن يقدم دليلا واحدا يعني زي النهاردة مثلا يجي الدكتور المنكس يقول لك حرب أكتوبر لم تكن ما فيش حاجة اسمها حرب أكتوبر 73 طب قدم لي دليل يا دكتور المنكس لا ما عنديش دليل بس هي ما تمتش طب تعرف عن السادات ما ليش علاقة بالسادات تعرف عن حرب الاستنزاف اللي حصلت قبلها لا لا ما ليش علاقة بيها طب تعرف تم إيه في حرب 73 لا لا طب يا دكتور المنكس أنا عندي التاريخ وعندي الأيام وعندي الشهور وعندي القادة اللي كانوا في الحرب وعندي عدد الشهداء وعندي الأحداث وعندي السينة وعندي أدلة تاريخية كلها موجودة ما ليش علاقة بيها ده بالزبط اللي بيعملو الدكتور المنكس كويس؟ لكن الدكتور المنكس هيطلع بإجابة لا تخطر على بال إنسان بس هي دي إجابة المنكس وإجابة المسلمين بقى مش جديدة الإجابة بقى اللي هيقولها لنا إجابة أنا بسميها إجابة غير منطقية فخليه نسمع الإجابة الأول علشان إيه؟ نشوف هروب الدكتور منكس من الإجابة على السؤال اللي طرحه بطريقة منطقية عش كده بقول كهل يمكن لعاقل لعاقل أن يرفض شهادة الإنجيل عن صلب المسيح هنشوف بقى الدكتور منكس إزاي بيتهرب من الإجابة على هذا السؤال اللي هو طرحه قليني اسمع الفيديو رقم اتنين لو كان محمد عليه الصلاة والسلام يتحدث من نفسه لحق لكم أن تقولوا ذلك كيف نرد شهود العيان ونقبل برجل جاء بعد الحدث بستمائة سنة لكن القصة ليست هكذا أم ليه القصة أن هذا الذي ذكر هذا إنما هو رسول الله يعني يعني ما تتنائش يعني ما تستخدمش موخك يعني ما عندناش براهين بس هي كده ده ما ينفعش يا دكتور منكس خلينا نكمل وبعدين هعلق عليه وما يأتي به هو وحي الله تبارك وتعالى الله الذي هو أيضا رأى تلك الأحداث أنا أول مرة أعرف أن الله يغلط التاريخ أول مرة أعرف بصراحة تديتني معلومة غير عادية أنه الله ينكر تاريخ قد حدث ويقول للناس أنه ما حصلش وهو حصل ده أنهي نوع من الله ده يا إما ما عندوش معرفة يا إما بصراحة يعني عنده عنصرية ضد الصليب كمل يعلمها قبل أن تقع إنه العليم إنه اللطيف إنه الخبر كونه وحيا هذا يختصر المسافات يختصر حاجز الزمن فيجعله كأنه شاهد عيانه يا السلام يا سلام يا سلام هذا لأنه وحي فبالوحي اختصر الزمن فجعل شهادة رسول الإسلام عن صلب المسيح كأنه كان حاضرا الحدث ده كلام الدكتور منقز أعتقد بالإجابة على السؤال ده أنهى كل حاجة متعلقة بالمنطق المفروض بعد كده ما واحد ما يحكيش بمنطق بما إنه وحي هو نظر وحي حتى لو كان عكس التاريخ فهو وحي الله عمره ما بينكر تاريخ يعني يكون حدث الخروج حصل ويجي مثلا واحد بالوحي يقول لي أصله الله قال إنه الخروج ما تمش الله لا يناقض نفسه وبعدين إحنا بنتكلم على وثيقة المفروض إنها بتتكلم عن حدث تاريخي كويس؟ الكرآن يعتبر وثيقة كتاب الكتاب ده تناول أحداث تاريخية من حقنا إحنا كويس؟ إن إحنا نضعه تحت الاختبار هل ما يقوله عن الأحداث التاريخية التي تمت وذكرت بشهود كثيرين صح؟ أم غلط؟ هل أصاب؟ أم أخاب؟ أو أخطأ؟ ده من حقنا هو أنت من حقك إنك تمسك الكتاب المؤدس وتعد تطعن فيه ولما نيجي نقولك إنه إزاي تقبل شهادة من شخص لم يكن شاهداً عيان وجاء بعد الحدث بستمائة سنة كويس؟ تقول أصله الكتاب بتاعي ده كتاب من الله فالله ما ينفعش نقشه آه بجد ده هنا المسلم مفروض ما يسألش حاجة زي كده خالص ولا المسيح يعني أنت جاي تطعن فيه حقيقة تاريخية بابني عليها إيماني ولما أنا أقولك إن انت ما عندكش الأدلة والبراهيم تقول لي أصلنا ربنا هو اللي بيقول مش أنا اللي بقول المفروض النقاش بيننا انتهى لأنك انت بتناقش بمنطق مغلوط بل بلا منطق كويس؟ طبعاً السؤال هو لماذا؟ يعني شفنا إنه الإجابة ما عندهوش إجابة كويس؟ إنما الإجابة اللي قدمها إجابة بنسباله يعني بنسبالي أنا هي هروب من الإجابة واحد بيهرب من إجابة على سؤال فيلزقها في مين؟ يلزقها في ربنا أشكرك يا دكتور مونكس لأنك أثبت إنه الإسلام لا يقدم إجابة على أهم سؤال وهو أنه القرآن لم يكن شاهد عيان على أحداث صلب المسيح ورسول الإسلام الذي أتى بعد ستمائة سنة لم يكن شاهد عيان وبهذا لا تقبل رسالته لأنه لم يقدم دليلاً واحداً مقنعاً محترماً للعقل وللفكر البشري في أن الصليب لم يحدث طيب مش يسكت الدكتور منقز لا إزاي؟ هو هيكلمني بقى عن لماذا أنكر القرآن صلب المسيح نسمع الفيديو رقم ثلاثة ونرجع نعلق عليه يحضرني سؤال أيوة إذا كان النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقريباً جميعاً يؤمنون بصلب المسيح طيب كويس كويس دي حقيقة تاريخية كويس إنك بتقول لنا بعض الحقائق التاريخية إنه صلب المسيح كويس هو الإيمان الذي يؤمن به كل المسيحيين في كل العصور ماشي فلماذا جاء القرآن بتكذيب هؤلاء الجميع؟ يا أيوة ده بقى السؤال المهم لي دكتور منقز القرآن أنكر حادث الصلب وخلوا بالكواه وحطوا إزاي؟ طول منقز على فكرة شاطر هو لا يوجه أبداً أصابع الإتهام للقرآن ولا للإسلام لا 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 هو يوجه دايماً أصابع الإتهام للمسيحيين لما يقول لك مش لماذا أنكر كويس؟ لكن يقول لك لماذا كذب؟ يعني هما جعلنا إحنا كذبين جعل المسيحيين كلهم في كل العصور وفي كل الأجيال كل من يؤمن بتاريخية الصلب هو إنسان كذب فلماذا كذب بقى؟ كذبهم وقال لنا الحقيقة كمل نسمع مسيحي عصره كانوا في جملتهم بالأغلبية الساحقة منهم كانوا يؤمنون بأن المسيح قد صد فلماذا خالفهم القرآن الكريم؟ وقال بأن المسيح قد نجا من الصلب كويس ليه بقى دكتور منقز؟ هل هي عشان خالف تعرف؟ ما هو كتير من الناس بتعمل كده وانس ان انت خالفت فانت هتعرف أقول لك أن الإجابة يا دكتور منقز لأنه أكتر حدث يبغضه إبليس هو الصليب لأنه أكتر حدث يعلن محبة الله للإنسان الهالك هو الصليب لأنه أكتر حدث فيه خلاص الإنسان وضمان أبديته هو الصليب وإبليس كذاب وأبو كل كذاب ولأجل هذا إبليس يكذب الحقائق التاريخية وأكتر حاجة يسعى لها إبليس أنه يجعل الإنسان في الخطيئة فيموت في الخطيئة ولا يخلص من خطيئة من خلال الإيمان بالمسيح يسوع الصليب هو العثرة الإبليس دايما بيستخدمها أنه يجعل الإنسان يعيش في خطيئة وعش كده ليس غريباً يا دكتور منكز أن يأتي الإسلام وينكر الصليب ليس غريباً طيب المنطق الصحيح طبعاً المنطق الصحيح يقول الآتي المنطق الصحيح يقول أنه نأخذ بشهادة الشهود الكثيرين ده المنطق الصحيح المنطق الصحيح يقول نأخذ بمئات الآيات التاريخية التي تتحدث بالتفصيل عن صلب المسيح المنطق يقول أنه هناك أدلة كثيرة ليمكن إنكرها سواء في الأنجيل أو خارج الأنجيل عن حقيقة صلب المسيح ده المنطق بس اللي أنت بتقوله يا دكتور منكز ليس المنطق ليس المنطق على الإطلاق عشان كده لا يوجد عاقل واحد يرفض شهادة الشهود والبراهين الكثيرة أنا من وجهة نازل دكتور منكز مع ليش يعني أي واحد يرفض شهادة الأنجيل والشهود الكثيرة الكثيرين وشهادة التاريخ يحتاج إلى إنه يعملوا له يحتاج إنه فعلا يتعامل الكشف على قدرته العقلية لأنه كيف العاقل أن يرفض كل هذا مقابل لشيء مقابل لشيء مقابل لبرهان ولا دليل طيب نرجع إلى نقطة أخرى الدكتور منكز طبعا بعد لما فشل وفشل زريع جدا في أنه يقدم إجابة منطقية يقدم إجابة منطقية على السؤال الذي طرحه كيف يمكن أن تقبل شهادة شاهد لم يكن شاهد عيان أتى بعد الحدث بستمائة سنة وكيف يمكن أن يعني ترفض شهادة شهود العيان بالأدلة الكثيرة عن صلب المسيح قال لك أصله ده وحي فأنا مقدرش إيه مدام وحي يبقى ربنا قال كده يبقى خلاص فأشكرك يا دكتور منكز على أنك فشلت في الإجابة على هذا السؤال كويس وهيظل كل مسلم فاشل في الإجابة على هذا السؤال إلى أن يستخدم عقله بعدل وبمنطق ويفكر في الأدلة الكثيرة أمام الأدلة التي لم تقدم دليلا واحدا أو النص الذي لهم تقدم دليلا واحدا بعدما الدكتور منكز فشل في تقديم البراهين كويس يعمل إيه بقى ما هو أنا عندي عندي زي ما قلت لحضراتكم عندي الأناجيل كويس والأناجيل أكتر من 750 آية مخصصة لصلب وموت وقيامة المسيح وعندي العهد الجديد بمجمل أكتر من 900 آية شاملة الأناجيل بتتكلم عن صليب المسيح بعدما الدكتور منكز فشل في أنه يقدم إجابة كويس يعمل إيه بقى علشان يعني يبقى شكله حلو يطعن فيه الأناجيل ما هو ما عندهوش إجابة ما عندهوش براهين كويس فيعمل إيه فيطعن فيه الإنجيل لأنه لما يطعن في الإنجيل كويس ويطعن فيه مصدقيته كأنه هنا بيقولك أنه حتى الأدلة الكثيرة اللي موجودة في الأناجيل لا يمكن أن نأخذ بها ده المنطق الإسلامي ده المنطق الإسلامي خليني أخذ مداخلة الأخ في ريال وأرجع أحكي مع حضرتكم ألو ألو أخ أشرف أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا وسهلا المسيح هو حقيقة غصبا عن كل شخص اللي يرفض صلب المسيح نبوآت العهد القديم المسيح نفسه تنبأ عن صلبه شهادة يوحن المعمدان انتحار يهوذة الأسخريوطي أقوال المسيح أثناء المحاكمة كلمات المسيح على الصليب أحداث الصلب المحاكمة الجلد حمل الصليب والشهود العيان اللي كانوا عند الصليب كل هذه أدلة من الكتاب المقدس من الإله الحقيقي أن صلب المسيح حقيقة لكن أما موقف السقار مع كل احترامي لشخصه كإنسان حقيقة هو أمي وجاهل وما يفهم أي شيء من الكتاب المقدس وإلى هذا الدهر قد أعمى أذهانه لأنه من يوم اللي ذكر الشيء مضحف فعلا ويدعي للسخرية لما يقول المسيحية لا تستطيع أن تقدم أي فضيلة فماذا تترجى منه تتوقع منه يا أخي العزيز دكتور أشرف من هذا الرجل فإحنا نصلي أن الرب يرحمه وشيل هذه الأصابة من على أيونه وعلى دماغه ومن على قلبه ينمس قلبه أنه يعرف الحق والحق يحرره أشكرك أخي أشرف والرب يباركك ويحفظك شكرا لك أخت في ريال شكرا لك طبعا زي ما قلت لحضراتكم أن الدكتور منكز يبدأ يطعن فين يبدأ يطعن في الأناجيل فيقول لك أنه مرقص ما كانش شاهد عيان ولقا ما كانش شاهد عيان يبقى عندنا مصدرين اتنين هو متى ويحنة فيبدأ يطعن في متى ويبدأ يطعن في يحنة وبعدين يقول لك بقية العهد الجديد أيضا لم تذكر شيئا عن الصليب خلينا نسمع الدكتور منكز وبتكلم عن يهوزة ورسالة بطرس وإنه ازاي لم تذكر شيئا عن الصليب اسمع الفيديو أيضا يهوزة ويعقوب وبطرس ليس فيها حديث عن حادثة الصليب كويس طبعا أنا مش هقرأ تلت رسائل دول كويس لكن أنا هقرأ بعض الأجزاء يمكن من بطرس كويس بطرس الأولى بس مش أكتر لما بيكلم بطرس الأولى عن ألام المسيح شوفوا بطرس الأولى بتبدأ بايه اللي بيقولك أنه بطرس ما ذكرش حاجة رسالة بطرس ما ذكرتش حاجة عن صليب المسيح كويس اسمع يا دكتور منكز الافتتاحية الافتتاحية بتاعة الرسالة بيقولك ايه بيقول بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بونتوس وغلطية وكبدوكية وأسيا وبثينية المختارين بمقتدى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش ايه ورش دم يسوع المسيح العبارة دي مرتبطة بيه دكتور منكز مرتبطة بحادث الصليب يسوع الذي سفك دمه على عود الصليب ده في بداية بطرس يعني هو هو ما تعيبش حتى انه يقرأ رسالة بطرس دكتور منكز عامل زي البغبغان يروح لمراجع اللاهوتين المتحررين النقاد للمسيحية ويأتي بيها من غير ما يرجعها ودي مشكلته كبيرة دي مشكلته كبيرة ده احنا بنقرأ هنا في افتتاحية بطرس يعني لو كان قرأ بس أول آية وتاني آية من رسالة بطرس ما كانش قال الفيديو اللي انتوا سمعتوه ده نمشي شوية تانية نمشي شوية تانية ونتكلم عن أيضا خلينا أخذ آية مهمة جدا يقول كده عن ألام المسيح في أصحاح اتنين يا دكتور منكز كويس وإذا تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل الذي حمل هو نفسه اتنين اربعة وعشرين تكلم عن يسوع المسيح الذي حمل هو نفسه خطيانا في جسده على الخشبة بتكلم عن ايه دكتور منكز ما تجاوبنا هو أنت بتيجي تتهم المسيحية والمسيحيين وتتهم الكتاب وتحاول تنكر الصليب وأنت لا تعرف شيئا حتى عن ما تقول يقولك بطرس يقولك بطرس لم يذكر شيئا عن حادث الصليب في رسالته يعني الذي حمل هو نفسه خطيانا على الخشبة على خشبة ايه؟ على خشبة الصليب مش كده؟ بيكلم عن الصليب وقال لا ولما يجي في أصحاح ثلاثة يا دكتور منكز يقول إنكم قد اشتريتهم بثمن إيه الثمن اللي احنا اللي دفع فينا يا دكتور منكز قد اشتريتهم بثمن يعني غير الآيات أنا بس يعني أنا بحاول أوريكو إنه قد ايه الدكتور منكز فعلا ما بيقراش كتاب مؤدس رسالة بوترس الأولى مليانة إشارات لا بدم تيوس ولا دم عجول بل بدم كريم دم مين؟ إزاي؟ إزاي بيئ دم من غير ما يصلب؟ إزاي؟ لكن أديكو بتشوف الدكتور منكز للأسف بلا منطق أوكي؟ طيب هو شاطر في الطعن شاطر في الطعن فيطعن عايز يطعن في مصدقية الأناكيل فقال لك إنه مرقص لم يكن شاهد عين مع إنه مرقص كان تلميز بوترس وكان مترجم لبوترس وكتب على لسان بوترس ده بشهادة أباء الكنيسة نشوف ده كله لكن هو في نظره عندنا مصدرين كلموا عن صلب المسيح عن حادث الصلب متى ويوحانا فنسمع كده الدكتور منكز بيقول لنا إيه عن المصدرين دول إذا بالحقيقة لدينا مصدران يمكنوا يمكنوا ولا أقول أن هذا صحيح يمكن للنصارى أن يزعم بأنهما كانا شهود عين متى ويوحانا طيب هو طبعا يعني قالك المصدرين دول هما اللي في وجهة نظره اللي يمكن مش متأكدين كويس وبالتالي هو لو طعن فيهم يبقى أكي أنه بيقول ما فيش ولا مصدر حقيقي اتكلم عن صلب المسيح في كل عهد جديد هسهو مبدئيا بيبدأ بأنه هناك مصدرين للحديث عن أحداث صلب المسيح الدكتور ملقز مش يطعن في الشهادة القرآنية لا 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 مش يطعن في الشاهد الذي لم يشاهد ده اعتبر شهادته كأن الله هو اللي بيشهد مش إنها عكس التاريخ بالزبط كأنه واحد شايف شايف النور الشمس وشايف وحاسس بحرارة الشمس لكنه في نفس الوقت يقولك الشمس مش موجودة ده بالزبط الدكتور ملقز وعشان يقنع نفسه ويقنع المشاهدين بتوعه التابعين لي لابد أن يطعن في مصداقية الأنجيل وبالتالي ممكن حسب فكره ينجح في نفي الصلب وأنا بقولك إن غيرك أشتر دكتور ملقز هيخدنا إلى حتة بيعتقد أنها بقى حتة أكاديمية صعبة جدا مهمة جدا خذنا إلى نظرية اسمعها نظرية المصادر خليوا نسمع الدكتور منقز ونرجع نعلق على نظرية المصادر ماذا عن المصدر الذي يعود إلى ما قبل الإنجليين إذن كاتبوا واحد في سنة خمسين ميلادي تقريبا من هو الذي كتب في خمسين ميلادي أكيد واحد من تلاميذ المسيح فهذا المصدر مصدر محترم جدا جدا العلماء تتبعوا الفقرات التي نقلها لوقة ومتة من المصدر كيو وهي الفقرات المتشابهة الغير موجودة عند مرقص فكان أمامهم مفاجأة مهمة جدا جدا وهي أن المصدر كيو لم يتحدث نهائيا عن صلب المسيح كويس عشان ما تعيبش حضراتكم بكلام كتير أنا هلخص اللي قاله الدكتور مونكس العلماء خدوا التلات أناجيل الأولين اللي هم ماتة ومرقص ولوقة يوحن مختلف في الأسلوب وفي المحتوى عن التلات أناجيل دول وليه أنه مرقص أكتر من 90% منه موجود في ماتة وموجود في مين وموجود في لوقة فقاله يبقى ماتة ولوقة دي نظرية كويس هم نكلم على نظرية ماتة ولوقة خدوا من مين خدوا من مرقص يبقى مرقص هو اللي كتب الأول كويس آه بس في نفس الوقت هناك آيات وأحداث مذكورة في إنجيل متة وإنجيل لوقة مش موجودة في إنجيل مرقص يبقى أكيد متة ولوقة استخدموا مصدر آخر للأمور اللي ذكروها ومش موجودة في مرقص فسموا المصدر دوا كيو اختصاراً للكلمة كويل اللي هي الكلمة ألمانية تعني مصدر كويس فهذه هي الفكرة الأساسية بتاعة النظرية وأنا أتكلم عنها شوية بتقول إنه إنجيل مرقص كتب أولاً وقد استخدمه متة ولوقة كمصدر أساسي في كتبتهم متة تقبس من مرقص وكذلك لوقة دي النظرية بتقول كده السؤال المهم بقى خلينا قبل ما أجاوب على السؤال ده أحط قدام حضراتكم الفكرة الأساسية بتاعة النظرية دكتور مونكس بقى اعتبر إنه المصدر كيو دو اللي هو اسمه مصدر إنه مصدر محترم جداً مصدر اتكتب كتبه أحد تلاميذ المسيح كويس أقول لكم دكتور مونكس بيردد كلمات النقاد والمدارس النقضية لمجرد إنها بتأتي على هواه كويس لم يعرفش إنه هناك ردود على هذه النظريات كلها لكن أنا حطيتها هنا بنوع من السخرية شوية إنه الإنجيل بحسب القديس كيو كويس فإحنا عندنا مرقص ده بحسب النظرية كتب الأول ومرقص إدى لمتة أو متة خد من مرقص ولقى خد من مرقص كويس لكن الآيات اللي مش موجودة في مرقص خدوها منين بقى متة ولقى خدوها من المصدر كيو طب فيه آيات بقى أخرى خاصة بمتة وخاصة بلقى يبقى متة عنده مصدر آخر ولقى عنده مصدر آخر فيعني متة استخدم ثلاث مصادر استخدم مرقص استخدم كيو استخدم مصدر خاص بي ولقى عنده ثلاث مصادر استخدم مرقص استخدم كيو استخدم الال الاختصار مصدر كيو مصدر محترم كدا مصدر على مصداقية كبيرة كدا مصدر من أهم المصادر ده بحسب النظرية اللي بينادي بقى دكتور منكز من أهم المصادر ومصدر يتكتب على أحد تلاميذ المسيح من أحد تلاميذ ما نعرفه كويس طيب أولا يا دكتور منكز المصدر كيو مصدر افتراضي ليس له وجود على الاطلاق ده نظرية افتراضية هذه النظرية الافتراضية هي نظرية في محاولة تفسير التشابه ما بين متة ومرقص ولوأ كويس هذه هي نظرية قد تقبلها وقد ترفضها لكن لا يوجد أبداً إنجيل اسمه كيو ولم يكتشف العلماء إنجيل اسمه كيو ولم يسكن لنا أباء الكنيسة عن هذا المصدر أي شيء ولا يوجد لذكره في كل الكتابات القديمة أي إشارة فهو مصدر افتراضي أنت بتحاول أنت بتحاول تقنع المشاهدين أنه ده مصدر مهم جداً خطير جداً على درجة كبيرة من الأهمية أنت بتكلم على نظرية أنت بتكلم على نظرية والنظرية هي نظرية ليس هناك إثبات تاريخي على صحتها هي محاولة لتفسير التشابه بين الأنجيل وقد يكون تكون هذا التفسير صحيح وقد يكون خاطئ لأنها نظرية طيب حاجة تانية يعتبر أساس نظرية المصادر التي هي أولاً وأخيراً مجرد نظرية زي ما قلت المصدر كيو يعتبر أساس لهذه النظرية إيه بقى المشاكل اللي بتواجهنا يا دكتور مونكس في المصدر كيو ما أنت كان لازم تتعرض ليها برضو لكن أنت مش عايز تتعرض لي أنت بتتكلم عنه كأنه مصدر أساسي جوهري خطير جداً موجود كان موجود واعتمد عليه بوت متة واعتمد عليه لؤة طيب أولاً زي ما قلت أنه هو مصدر افتراضي لا أساس له من الوجود لا أساس له من الوجود مصدر افتراضي حاجة تانية هذا المصدر إن كنت بتؤمن به أو أنا لو أنا أمنت به بيتعرض مع التقليد الكنسي الذي يؤكد أن متة كتب إنجيله أولاً يعني كل أباء الكنيسة في القرن الثاني والثالث والرابع الميلادي أكدوا لينا من أول بابياس وهتكلم عن الجزء ده من أول بابياس أكدوا لينا أن متة كتب إنجيله أولاً فإحنا هنا بنجد نظرية بتتعارض مع كل ما قالوا لنا أباء الكنيسة اللي كانوا قريبين من الأحداث حاجة الثالثة دكتور منقز لو إنجيل مرؤوس كتب أولاً فأكيد كتب بعد موت بوتروس لأنه مرؤوس كتب لنا ملخص لوعزات وتعليم بوتروس وبوتروس مات سنة سبعة وستين ميلادية استشهد وهذا معناه إنه إنجيل متة لو كانها يقتبس من مرؤوس يبقى إنجيل متة أكيد كتب بعد سنة سبعين ميلادية وسنة سبعين ميلادية دكتور منقز تم فيها حدث من أهم الأحداث البشعة التاريخية التي حصلت لليهود وهو حدث خراب أرشاليم لكن في متة لا نجد ذكر نهائي عن هذا الحدث فأكيد إنجيل متة كتب قبل خراب أرشاليم وبما إنه كتب قبل خراب أرشاليم فيكون كتب إما قبل إنجيل مرؤوس أو في زمن إنجيل مرؤوس هذه المشاكل دكتور منقز في نظرية المصادر أنت لا تتعرض له أنت تريد أن توهم المستمعين والمشاهدين أن متة لم يأتي بجديد وأن متة اقتبس من مرؤوس ومن مصدر آخر هذا المصدر لم يكن يتحدث أبداً عن صليب المسيح أنت عرفت إزاي أنه لم يتحدث عن صليب المسيح قال لك آه لأنه الآيات اللي مقتبسها من مرؤوس تتكلم عن صليب المسيح بس الآيات اللي مش موجودة في مرؤوس فيها أقوال بس للتعليم المسيح دي نظرية نظرية وهناك كثير من العلماء رفضوا هذه النظرية وقدموا نظريات أخرى بديلة قد يكون فكرة أن مرؤوس كتب أولاً فكرة العامة الشائعة في معظم المجال البحثي الأكاديمي اللهوتي لكن هناك كثيرين يرفضون أيضاً أن مرؤوس كتب الأول وهناك كثيرين أيضاً يرفضون فكرة المصادر هل متى رسول المسيح هو كاتب الإنجيل الذي يحمل اسمه ده السؤال وده السؤال بقى إيه اللي الدكتور منقص بيحاول يعني يطعن فيه ناخد الفيديو رقم تمانية لأنه في سؤال بيتراح الدكتور منقص وأنا حايا أقاوب عليه الفيديو رقم تمانية هل من الممكن أن يظهر المصدر كيو من الممكن أن يظهر بل هل من الممكن أن تظهر مخطوطات للعهد الجديد تعود إلى ما قبل القرن الرابع إلى القرن الثالث نعم من الممكن وإذا وقع هذا فالكتاب المقدس سيقلب رأسا على عقبه كيف ينقل متى الذي كان شاهدا على الأحداث كيف ينقل من مرقص الذي لم يرى الأحداث فهذا دليل عند العلماء على أن متى لم يكن مؤلف الإنجيل الصحيح طيب هو السؤال ده مهم جدا لأنه ده واحد من الاعتراضات اللي بتقول لنا أن متى هو كاتب الإنجيل الاعتراض بيقول كيف لمتى تلميذ المسيح الذي كان معاصرا للمسيح أن يستخدم إنجيل مرقص ومرقص لم يكن شاهدا وتلميذا للمسيح ده على افتراض يا دكتور منقز أن كاتب الإنجيل هو مرقص الذي كتبه من فكره لكن بشهادة كل أباء الكنيسة يا دكتور منقز أن إنجيل مرقص هو إنجيل بوترس وبوترس هو رأس الكنيسة في ذلك الوقت هو المتقدم التلميذ المتقدم في الكنيسة بوترس لم يكن شخصية عادية بوترس كان زعيما قائدا روحيا مهما في تاريخ الكنيسة فلما متى يعرف أن الإنجيل بتاع مرقص هو إنجيل بوترس ويستخدمه فلا يوجد أي غضادة في كده إيه الغلط في كده؟ ده على افتراض على افتراض ما تقول يعني بس أنا بجواب على السؤال لا يوجد عندنا أي مشكلة في هذا لأن كل أباء الكنيسة قالوا لنا إن مرقص كتب على لسان بوترس وإن مرقص كان مترجما لبوترس وإن مرقص كتب لنا ما قاله بوترس في إنجيله فبالتالي الكاتب هو مرقص لكن المصدر هو بوترس فلما ييجي متى ويقتبس من مرقص الذي هو كاتب لبوترس عندنا شيء مشكلة لا توجد أي مشكلة كويس؟ طيب أرجع للسؤال هل متى رسول المسيح هو كاتب الإنجيل الذي يحمل اسمه؟ عشان أجواب على السؤال ده هقدم نوعين من البرهين أنا عارف الوقت مش هيسعيفنا النهاردة قدامي بس دقيقتين لكن ممكن نكمل مع بعض في الحلقة اللي جاية لكن مهم جدا أنه أعرف أنه هناك برهين في برهين خارجية وفي برهين داخلية والبرهين الخارجية كثيرة جدا البرهين الخارجية هتكلم عنها بالتفصيل الحلقة اللي جاية هي كل شهادة أباء الكنيسة من أول باب ياس انتهاءا بأغسطينوس في القرن الرابعة كلهم شهدوا على أن متى هو كاتب الإنجيل الذي الإنجيل الأول الإنجيل الأول هو أول من كتب إنجيل وتحط في الترتيب الأول لأنه كتب أولا وكتب لليهود وكتب لكي يقدم المسيح المسيح الذي تحدثت عنه أصفار العهد القديم ونبوات العهد القديم المسيح ابن داود بحسب الجسد وفيه هناك براهين داخلية كثيرة جدا أي نص يا دكتور مرقز بنقرأه بنعرف مين هو الكاتب وممكن نجد إشارات حتى لو لم نجد ذكر الإسمه الأسلوب بتاعه المعرفة بتاعته ومتى كان جاء بدرائب عشان كده نقطة الفلوس والدراهم والأشياء دي كانت مهمة جداً في معرفة إنه الكاتب على دراية كبيرة جداً بالعملات وبالفلوس وبالمال هناك أدلة كثيرة أتكلم عنها لأسبوع الجاي لكن ما يهم منه هنا هو أنه أرجع للنقطة الأساسية أرجع للنقطة الأساسية المهمة جداً هل يوجد عاقل يرفض شهادة الإنجيل مقابل شهادة شاهد لم يشاهد شيئاً هل يمكن؟ هل يمكن أن نرفض مئات الآيات مقابل آية واحدة جات بعد 600 سنة؟ لا يا دكتور موقز المسيح قد صلب ومات هنكمل مع بعض الحلقة اللي جاية سلام المسيح يكون معكم